وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبة في الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زلنا سويا ضيوفا عليكم في هذا البرنامج اليوم من كنوز السنة النبوية الشريفة حيث نغترف كل يوم من كنز من كنوز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا اليوم ما رواه سهل ابن سعد السعدي الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس الله هذا رواه ابن ماجا وقال حديث حسن دلني على عمل يا رسول الله يحبني من أجل هذا العمل الله عز وجل ويحبني الناس هذا الإنسان العجيب العبقري يسأل سؤالا يخصنا جميعا من منا لا يحب أن يحبه الله ومن منا لا يبغي أن يحبه الناس جمع الرجل في هذا السؤال يعني خيري الدنيا والآخرة إن أحبني الناس هذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى ومن قبل إن أحبني رب الناس فقد حبب إلي مخلوقاتي وحبب إلي طاعته وحبب إلي فعل الخيرات طيب الإنسان في الدنيا أو هو تركيبته الأساسية قبضة من انتراب الأرض ونفخاته من روح الله وكل واحد فينا مختلف عن الثاني في إيه إحنا التركيبة الأرضية واحدة يعني فيش واحد عنده ماغنيسيوم زيادة عن البوتاسيوم ولا واحد عنده حديد أكثر من المنجنيز ولا واحد عنده عنصر الكابريت أكثر من الآخر اللي عنده فوسفور إحنا كلنا متساوين في البنية الأساسية يعني الطبيب عندما يعارض يعرف أن هذا الإنسان إذا كان طوله كذا ووزنه كذا أو في عمره كذا يحتاج إلى الدواء بجرعة كذا فكلنا أمام الطبيب وأمام الطب وأمام علم التشريح والفسيولوجي يعني سوى في التركيبة طيب طيب والنفخة التي من روح الله هذه النفخة كانت عند أبينا آدم تمام وبعدين بدأنا يعني نتناسل ونظهر أجنة من أصلاب أبائنا أمهاتنا إلى أن وصل الإنسان إلى عالم الشهادة وخرج من رحي من أمه الضيق وظلماته إلى يعني فضاء الدنيا المتساعة إيه الفرق بين فلان وفلان طيب إحنا التركيبة واحدة يعني ده في نفس العناصر الستة عشر مكاوم منهم من الأرض قبضة من تراب الأرض الفرق قدر إضاءة القبضة النورانية من الذات القدوسية في هذا الجسد البشري وعلى قدر إضاءة هذه القبضة على درجة يعني درجات الناس كيف قد يكون واحد مننا صحيحنا متساوين في البنية لكن النسب وإن كانت ثابتة عند الجميع للاستمرار الحياة ومقاوماتها لكن قد يكون هذا الإنسان ذراته جاءت من قطعة كانت من منجم ذهب الله أكبر فالذهب له خاصية لما يدخل الذهب في الأتون أو في الفورن فيصهر الجواهري يستطيع أن يفصل الخبث أو المعدن الخسيسة وتستقر تحت يعني مصهور الذهب الخالص تمام؟ ياخده ويصنع منه الأساور والمجوهرات والعقد للنساء وهكذا طيب هذا الذهب لم يصبح عيار أربع وعشرين قراط ولم يصبح ذهبا نقيا ولم يصبح ذهبا خاريا من الشواب إلا بعد أن تعرض بإيه؟ للنار طب المؤمن كيف يصيره قطعة الذهب؟ لازم يتعرض لنار الفتن لازم يتعرض لنار فتن ده غتابه وده ينمه في حقه وده يضايقه وده يترده من العمل وده يكتف فيه تقرير وده يصدر قرار بكذا سبحان الله فيعيش في هذه الأغيار وهذه المطاردات فعلم أنه مؤمن ويجيله المرض يجيله الهام يجيله الغم يجيله سبحان الله ولد عاق بنته متعبة زوج بخير زوجها العيدة بالدارة بالعالمين النكادية كل الابتلاءات دي تحول قطعة الذهب المختلط بالشوائب وبالمعادن خسيسة إلى ذهب صاحب معدن نفيس أو صاحب نقاوة عالية خلاص يبقى اللي يسقل الجنس الجزء البشري له سبحان الله إيه الابتلاءات ولا نبلو أنكم خلاص أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون يعني يفتنون الفتنة هي وضع قطعة الذهب صاحبة الشوائب أو المصاحب لها الشوائب في الأتون أو في الفرن هذي تعريف الفتنة في اللغة يعني أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتننا الذين من قبلهم يعني الأم السابقة من المؤمنين ربنا فتنهم يعني فتنهم يعني عراتهم لهذه الابتلاءات وهذه الانتحانات تجي المريض هم ربنا سبحان الله إما أن يعني يغفر له ما أخذ سلك أو أن ويبدو له دمان خيرا من دمي ورحمة خيرا يدي فتنة هل يصبر أو لا يصبر وعالين يدي فتنة تلغينا ربنا يدي فلان ملايين طيال تطلع الزكاة اتقى الله طيال مالين جت من حلالة أو من حرام ولا من شبهة طيب لو كان جت من حرام أو من شبهة هيعمل فيها إيه ها يبني فتنة تأتي فتنة الكرسي ينجس على منصب مدير إدارة الرئيس رنجل إدارة مش عارف المتصرف في إيه في المؤسسة الفلانية أو في الدولة الفلانية عشان ربنا ينظر لي ينظر كيف أن أعمل ها عملت إيه بالجاه والمنصب استغلت الجاه والمنصب لمصطحة كأنت ولا استغلته لمصطحة الدين وإعلاء شأن الوطن وإعلاء شأن الأمة يبني أنت إيه أدي مختبره يبني هادي فتن فيفتنك بالغنى كما يفتنك بالفقر يختبرك بالمال ويختبرك بعدمه يختبرك بالصحة يختبرك بالمرض يمنع فلان من الأولاد يبتدي يتمرد يقول ليه أنا ما عنديش عائد ده أنا ابن أخوي مخلف تسعة وأخوي عنده سبعة وأنا يبتدي يفتتن هل يصبر أو لا يصبر صبره أو عدم صبره ده اللي هو إيه درجات الفتن إيه بأن إنسان يفتتن بالولد ومن غير الولد بالزوجة ومن غير زوجة بالمال ومن غير المال بالأغيار يعني صحة ومرض وهكذا وهكذا سبحان الله طيب واحد آخر الزرة الأساسية في تكوينه كانت من عبارة عن حجر جيري ملتهب معدن ملتهب فده الطول حياته عصري لا يستطيع أحد أن يعمل له كده لو لمسه بس يا الله ويطلع علينا على الفضاء يشتم ده ويسبب ده ويكلم كلام يا الله طب ليه يا ابن كده سبحان الله يروح المؤسسة غاضب يروح البيت ثائر الله طب انت متى يهدأ ده جزء من حجر جيري ملتهب ليس لو إلا هذا الالتهام يا الله يبقى ده ما الذي يضطه أن يدخل على كتاب الله على كنوج السنة التي نشرحها طوال هذا الشهر الكريم فهذا حاله إلا هذه الثورة وهذا الغضب وهذا التعدي على حدود الناس لا لا يكون هادي يعني لا بد من الهدوء لا بد من التريث لا بد أن أضع لساني خلف عقلي ولا أجعل لساني أمام عقلي يجب أن أفكر في الكلمة التي أقولها فاختلف الناس على قدر الأرض التي جاءوا منها منهم الأبيض والأحمر ومنهم الأسود ومنهم الأشكال المختلفة منهم بطيء الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الفيء سريع الغضب ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء أربع أصناع يعني يغضب بسرعة ولكن يغضب بسرعة واحد تاني يغضب ببطء شديد ولكن يعود سريعا واحد يغضب يعني بعد مدة طويلة ولكن لما يرجع يرجع ايضا بعد مدة طويلة بطيء الغضب بطيء الفيء هذه انواع من الناس ولكن حقيقة ان يحبنا رب العباد وان يحبنا الناس هذا موضوع وكنزة عظيم من كنوز السنة المطهرة نعود اليها بعد الفاصل ان شاء الله اهلا بكم مرحبا بكم احبة في الله مرة اخرى هذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله سؤالا في اهم او من اهم الاسئلة التي يعني يستطيع الانسان ان يبني اساس حياته عليها يا رسول الله دلني على عمل ان عملته احبني الله واحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رب اني لما انزلت الي من خير فقير هكذا جاءر كريم الله بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى ليعلم افتقاره الى الله ليستغني بالله عن الناس فانت كن هكذا ويجب ان نكون جميعنا هكذا بحيث نفتقر ذلة لله عز وجل فيغنينا رب العبادة عز وجل ويحبنا كما نحن نحبه ايضا استغني عما في ايدي الناس لا تجعل لاحد عليك منهم مننا لماذا لانك ان استغنيت عن الناس احبك الناس اما ان كان سؤلك او توقع بالناس عند اذن الناس يزهدون منك ولكن استغني بالله عن الناس فهذا هو العز كله وعزك بالله هو عز باقي بقاء صلتك به سبحانه وتعالى قلنا ان الناس تختلف على قدر الارض التي اتوا منها ثم تأتي الملكات الخاصة فهذا انسان حليم وهذا انسان غضوب وهذا انسان عبقري في التفكير وهذا انسان عقله على قدره او محدود الفكر واو الى اخره فيختلف ملكات الناس عشان تتكامل ثم يأتي بعد ذلك هذا السؤال العظيم انا رسول الله عز اعمل عمل لما اعمله الله يحبني والناس يحبوني لان كراهية الناس مصيبة في الدنيا لان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل وينادي في الملائكة يا ملائكة الرحمن ان ربكم يحب عبده فلان وانا احبه فاحبه فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الارض واذا ابغل الله عبدا وكرهه وقال يا جبريل اني ابغض عبدي فلانا فابغطه يبغضه جبريل ثم ينادي جبريل يا ملائكة الرحمن ان ربكم يبغض عبده فلانا فابغضوه تبغضه الملائكة ثم يوضع له القبول في الارض والعزو الله طيب تعالى الى العمل اللي خلي الله يحبني قال له خلي خليك زاهد في الدنيا يعني زاهد في الدنيا الناس تربط الزهد بالفقر وهذا فهم سقيم لحقائق الدين لا علاقة بين الزهد والفقر فقد يكون فقيرا غير زاهد وقد يكون ثريا زاهدا كيف القضية الدنيا هي في قلبي ولا في يدي بس دا الفرق الدنيا هل انا وضعتها في قلبي واصبعت هي غاية فنزعل بركتها من يدي ام ان الدنيا انا اخرجتها من قلبي فوضعها الله في يدي انت مخير بين الامرين يعني ايه الدنيا اما ناس يعتبروها ممر ودول الناصحين واما يعتبرها مقر ودول المفسدين او الخاسرين يعني ايه الدنيا مقر والدنيا ممر لو جيت انت على جسر فوق نهر او جسر معمول في مدينة من المدينة الكبري وبعدين روح تحبيت تبني بيت لك فوق هذا الجسر هل يصبح لك اولا لن يصبح واذا اكتشف الناس انك تريد بناء بيت في هذا المكان فسوف يتهمونك بالجنون او عدم وجود العقل لان لا احد يبني بيتا فوق جسر او تبني بيوتا من الرمال على شطئ البحر فتأت الموجة فتهدمها يبدا هذا انسان يعيش على الامان والامان الكاذبة وعلى الصلاب الخاضع وعلى المناظر الخداعة طيب ايه حقائق الامور حقائق الامور ان الدنيا اعيشها نعم ولكن اعتبرها مرحلة اعتبرها ممر وليست مقرا اعتبر ان هي موصلة للدار الاخرة فابدي ازرع فيها الخير عشان هي ارض زراعة فمن زرع حصد فلما ازرع الكلمة الطيبة والعمل الطيب والخير في الدنيا الله عز وجل سبحانه وتعالى يجعل الدنيا ايه انا زاهد فيها ايه زاهد فيها يعني مش هي الغاية بتاعتي لان كثير من نسائنا مثلا ورجالنا كثير من الرجال يظن ان طالما نحصل المال هو ده الايه الاستعادة الحقيقية ولست ارد سعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد خلاص ولكن الدنيا عندما اعتبرها الصحابة ممرا لا مقرا سعيدوا بها وجعلوها مزعة الاخرة وهنا لما بدأنا نعبد الدنيا كما قالها صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش يا الله يعني التاعس وانتكس تصد انتكاسة واذا شيك فلن تقش كما وضحنا في حديث سابق من كنوز السنة يعني اذا شيك فلن تقش يعني لو دخلت شوكة في يده او قدمه لا يجد من ايه من يقرد شراء لتظل تؤلمه طوال حياته والدنيا انت تركض فيها رقد الوحش في البرية لكن لا يصيبك منها الا ما كتب لك انت اعمل ليعجبك واسعى بمقدر المستطاعة وخطط ونظم ويعمل درسات جدوى ولكن لن يأتيك الا ما كتب الله لك ليس معنا هذا ان تترك العمل لا او تترك التخطيط ابدا او تترك درسات الجدوى بالعكس انت خطط لعشرين تلاتين سنة للامام والدول تخطط الى مئة ومئتين سنة للامام باذن الله ولما الجيل له يستطيع ان يوصل ويعيش فوت بطرة معينة بتنفيذ جزء من هذه الخطة في الوبر يأتي الجيل الذي بعده ليكمل خطته ويكمل مشواره في الحياة لان الله انشان من الارض واستعمرنا فيها يعني استعمرنا يعني يجب ان نعمرها طيب طب ازدت في الدنيا يعني يعني لو الدنيا جعلتها انا في مكانها الصحيح وليست الغاية القصوى لكثير من الناس ايه يعني ما الذي يثمره هذا العمل ازدت في الدنيا اولا لا اصير عبدا لمنصب ولا اصير عبدا لمال ولا اصير عبدا لشيء مخلوق وانما عبادتي وعزتي هي عبادتي لله وعزتي ان اكون عبدا لرب العبادة عز وجل الذي يراني حين اقوم وتقلبي في الساجدين فرب العبادة هو الذي يعلم ما توسوس به نفسي وهو اقرب الي من حبل الوريد فلازم اتق الله واخد الدنيا ايه الدنيا مشي لتشغلني ليه لان الناس اللي لم تزهد في الدنيا حصدها مصيبة كبيرة بدون ان تاخد ذا لها اللي هو ايه اللي هو ان الدنيا لما هي صارت كأنها هي القبلة سبحان الله العظيم فنسي صاحب النعمة بالنعمة المنعم تاني انا لما مزهدش في الدنيا وتكون الدنيا هي اكبر همي وهي مبلغ علمي وهي الغاية والعزب الله يعني سبحان الله العظيم تصبح كارثتي انني اهتم بالنعمة وانسى المنعم الذي انعمني علي بهذه النعمة يعني حتى نعمة الاستهام يجب ان اذكر نعمة المنعم ان جعلني مسلمة وجعلنا مسلمين نعمة المال من الذي رزقني اياه نعمة الولد من الذي رزقني اياه نعمة العبادة من الذي رزقني اياه نعمة الصحة من الذي رزقني اياه يبقى هي قضية ايه ان انظر من الذي اعطى من الذي اعطى فرب العبادة سبحانه وتعالى يعطيني فلا انسى فضل المنعم وتفضل المنعم عليه ولكن الذين يعبدون الدنيا ويتخذون الدنيا مقرا لا ممرا هؤلاء ينسون بالنعمة المنعم فانظر للولد وانه جميل وانه كذا وانه عزوة وانه سند لي وانه يحمله اسمي بعد ان اموت لكن انسى من الذي رزقني هذا الولد من الذي رزقني هذا المال من الذي اعطاني هذا الفضل كما قال سيدنا سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني يعني اختبرني اشكر ام اكفر الله ما اجعلنا من الشاكرين ولا تجعلنا من الكافرين ارجو ان تكونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله لنواصل ونحن نغوص في هذا الكنز العجيب والعظيم من كنوز السنة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم اهلا بكم مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن مع هذا الكنز من كنوز السنة المعطرة حيث هذا الرجل العجيب الذي جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العبقري يا رسول الله دلني على عمل ان عملته احبني الله واحبني الناس قال له اذهد في الدنيا يحبك الله خلاص وتوقفنا قبل الفاصل ان نبقى وان الى ربك المنتهى يبقى انت غايتك هي مرضة الله شوف من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس ومن اسخط الله برضى الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس يعني مثال اخوك يدعوك الى عرس ولده او ابنته تمام هذا العرس فيه مما يغضب الله عز وجل من البداية للنهاية وانت محتار هذا الاخ او هذا الصديق او هذا القريب او او الزميل ان ارضيته اغضبت ربك وان ارضيت ربك اغضبت المخلوق فانت من قياسك في المسألة ايه مرضات الله قل لو وجهت هذه الدعوة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنا عائشة هل سيحضر هذا العرس لو وجهت هذه الدعوة لعمر بن الخطاب وزوجه ام كنثوم هل يحضر هذا العرس لو وجهت هذه الدعوة لعري رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عليها ام الحسنين هل يلبيان هذه الدعوة فاذا وجدت ان من الممكن يلب هذه الدعوة اذا هذه الدعوة ليس فيها ما يخالف الشرع واذا لن يحضر سيدنا علي وفاطمة عرسا يعني فيه خلل او وديمة او مناسبة فيها شيء مخالف للشرع الحكيم ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم او الصحابة الكبار او التابعين او العلماء الصالحين اذا خدم قياسك في الحياة مرضات الله اذهب في الدنيا يحبك الله واذهت فيما عند الناس يحبك الناس انت لما تحتاج للناس تكون اسيرا عنده احتاج الى منشئت تكون اسيرة احتاج الى منشئت تكون اسيرة وانفق على منشئت تكون اميرة واستغنى عن منشئت تكون نظيرة تمام تاني انا لما انفق على فلان انا اصير امير له ولما استغنى عن فلان انا خلاص انا سبحان الله اكون نظير له لا لو عندي ولا لدي عنده سبحان الله ليس لي عنده شيء وليس له عندي شيء واحتاج الى منشئت لما احتاج الى منشئت يعني اكون اسير يعني دايما ايه اسير معروفه كل ما قابلنا ايه الاخبار اعمل ايه الساعة لانا اشتغلتها لك تشتغل كويس تعربيه الممعيد تنظرك يا الهي لله التليفون المحمول اللي جبته لابنك ايه بيشتغل كويس الولد بيستخدمه خير كيف تشحنه الله لا حاوله ولا قوة المن فاحتاج الى منشئت تكون اسيرا عنده فاستغني او ازهد فيما عند الناس يحبك الناس الناس تحتلمك ليه لانك لا تطغب منهم شي تعال اطغب منهم شي بس يعني كده تكون اسير معروف اسيرة معروف عنده او اسيرة معروف له صحيتها انت يسترك عزة نفسك سبحان الله ولذلك العلماء الكبار قالوا ان العطاء من المخلوق حرمان العطاء من المخلوق حرمان وان المنع من الله احسان لما ربنا يمنعني من شيء باحسن اليه لان الشيء لو اخذته لفسدته به والشيء لما منع عني نجحت يبقى خلاص الله يعلم ما الذي يصحني وما الذي يفسدني هذا امر الامر الاساسي ان رب العباد سبحانه وتعالى لما يمنعني من شيء هذا فضل عليه تفضل من الله عليه المنع من الله احسان المنع من الله احسان منع هاجر وولدها اسماعيل من احتضان ابراهيم لهما وتركهما في مكان بلقع يا ابراهيم الله امرك بهذا فسبحان الله هذا منع لكن في النهاية كان ايه منتال احسان قامت كل حضارة العالم بناء على هذه هل هذا الترك وهذا المنع باسماعيل وامي في هذا المكان الى ان قامت حضارة الاسلام الكبرى على هذه الارض البلقع التي لا انس فيها ولا انس ولكن فيها كل الخيرات وكل الرحمات الالهية لما منع الله ام الكريم من ولدها كان هذا المنع عطاء لها ان يكون يوما ما شيخ انبياء ابن اسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما منع الله سبحانه وتعالى ايوب من الصحة سنوات طويلة وعنده يعني هذا المرض والشلل الرباعي كان هذا المنع عطاء لكل اهل الابتلاءات ان يصير سيدنا ايوب قدوة واسوة لأهل الابتلاءات وكان فينا من مبتلى في صحتي او عافيتي او ماله او ولده او زوجه او اهله او اقاربه او عمله او جسده او اي شيء سبحانه الله فكم فينا من مبتلى ويصير سيدنا ايوب ان الله يمنعه من الصحة والعافي عشان يكون قدوة لنا في مسألة ايه في مسألة الصبر ولسنا افضل عند الله من ايوب عليه السلام بالعقل ولسنا افضل عند الله من هؤلاء الصالحين الذين لما احبهم رب العباد ابتلاهم فازهد فيما في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ليه يحبونك لان انت مش تطالبهم بشيء بها فرق بين الخلق والمخلوق ايه فرق يعني الله اذا لم تسأله يغضب عليك اذا لم تسأل الله يغضب عليه والعبد اذا سألته مرة يغضب الولد لو سأل اباه البنت لو سألت امها سؤالين ثلاثة واربع ومطلبين ثلاثة واربع سبحان الله هتلاقي سبحان الله العظيم الاب بيقره الولد وما يحبوه يا ابن انت كل ما تشوف لتطلب والام تقول لي انت يا ابنتي هو انا سبحان الله وانا البنك المركزي كل من اراك في وجه انا عايزة 100 انا عايزة 50 انا عايزة 200 انا عايزة 70 الله فالاب والام نفسهم وهم اقربوا الناس الينا يعني يغضبون من كثرة الطلب الله يغضب اذا لم ايه اذا لم تسأل رب العباد سبحانه وتعالى ودي الرحمة الالهية يعني يغضب اذا لم تسأل فاسأل الله في صغير الامر الكبير احبتي في الله هذا الرجل العظيم الذي يسأل اعظم انسان على وجه الارض يا رسول الله دلني على عمل ان عملت احبني الله واحبني الناس قال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس الله لو تعلمنا هذه العزة لو تعلمنا هذا الفقه لو وضعنا هذه الاحاديث حكما نسير فيها في هذه الحياة لا افلحنا واستقبنا وقرت نفوسنا وانشرحت صدورنا اللهم يا رب فوك كربا المطروبين سددان المدينين اغضح حوائلنا وحوائل المحتجين وارزق بنات الى ازواج الصرحين وابنانا زوجات الصالحات واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين ولا تنسون من صرح دعائكم ونسألوكم من الله الذي لا تضيع دائعه الان نلقاكم على كنز وفي كنز اخر من كنوز السنة ادعكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته